السلام عليكم وياكم مصطفى ايثم من team identity اليوم راح نتكلم عن المحاضرة السادسة من مادة البروستو دونتيك واللي هي record base and occlusion rim بها المحاضرة راح نتعرف عن record base ورح نتعرف على occlusion rim وعلى byte rim وحن نعرف شنو فائدة record base وشنو فائدة byte rim طبعا هاي المحاضرة هي من تصميم زميلتنا طيبة الزهاري وهسا بلا مقدمات طويلة نخليه منك كالعادة لي مو بنعناع ويلا بينا هسا راح ناخد مصطلح record base ونتعرف عليه record base هو an interim denture base temporary form used to support the record rim material for recording maxilla mandibular record يعني بما معنى انه هو عبارة عن denture base مؤقت او record base مؤقت زين هذا بيش استخدماني استخدمه حتى اعرف او حتى اقدر اقيم العلاقة بين الماكزلة والماندبل طبعا شون بعد انه ان اسوي البيترم فوقا فوقا ال record base وبهيش حالة انا راح استفاد من ال record base انه اقدر اقيم العلاقة بين الماكزلة والماندبل من خلاله وهذا يكون شي مؤقت مثل ما موضح بالصورة وهو طبعا يشبه الى حد ما الاكريليك المستعمل في صناعة الدنشر هسه راح ناخذ requirement من ال record base اول شي عندنا the record base must have rigidity يعني هو صح شي مؤقت بس هذا ما يمنع ان يكون بي نوع من الصلابة انا مو من خلال مراحل العمل ينكسر عندي لانه مو صلب ونوع من ال brittle زين لان هي شي راح يخليني اعيد الشغل من جدة وجديد واخذ the primary و secondary impression وقعد اسوى record base من جديد تمام النقطة الثانية الي هو يقول record base must have accuracy and stability لازم من اجي اخليه فهم ال patient انا اشوف بي نوع من الدقة بالقياسات والثباتية يعني مو يوقع مثلا انا مخلي البر ومن اجري دخل اللوار اشوفه يوقع زين يقول border should be developed in the same manner as border of finished denture يعني ان الحدود ما ال record base لازم تكون شبيهه الى حد ما بحدود الدنشر الطبيعي من ناحية التفنيش التلميع مالته لازم اهتم بنظافته وجماليته حتى لو وان كانه مؤقت ان اقترار يقول all surface that contact lip check and tongue should be smooth round and polished يعني كل السطوح كل السيرفس مال record base لازم تكون بتماس مع اللب مع check مع tongue زين لازم تلمس هاي الاشياء وكذلك لازم تكون smooth يعني مو roughness لا ورما اكمل شغل ال record base منكملته لازم اسوي smooth معه وفرف زين ولازم بي rounded roundation يعني ما بي sharp edge لا اسوي smooth وroundation واسوي له polish خوش النقطة الخامسة يقول the crest label and or buckle slope should be thin to provide space for teeth arrangement بما معنى انه منطقة الكريست زين منطقة الكريست هاي زين الكريست مال الرجل لازم تكون thin ليش لازم تكون thin ليش لازم تكون thin يجيك واحد يسألك يقولك يعني يعني يعود ليش thin ليش مو thick انا اقولك ليش لان انا اذا سويتها thick من راح اجي واخلي اللي هو عبارة عن واكس البيترم زين ما راح يصير عندي space او راح يصير كمية البيترم او كمية ال واكس هتكون قليلة زين بهيش حالة هاي في حالة انه يكون thick هادش راح يسوي لي راح يقلل من ال space ويقلل من المساحة اللي المفروض الاسنان تقعد عليها زين وبهيش حالة الاسنان ما راح تثبت عدي بينما اذا كان thin اذا كان thin لا بهيش حالة انا راح اسيطر الاسنان راح تكون لها المساحة الكافية والبيترم راح اسوي بالقياس والحجم اللي انا اريده فرح تترتب الاسنان بالشكل الصحيح ممتاز نجي نكمل ناخذ الأكوريسي اوف ماكزيلو مانديبلر ريليشن ريكورد از افكتد يعني دقة العلاقة بين الماكزيلو والمانديبل بالنسبة للريكورد راح تتأثر باشياء مثليش الريجيديتي ما للريكورد بيس مثل ما قلنا انه اذا هو كان بريتل راح ينكسر وما راح استفاد وراح ينعاد الشغل من جدا وجديد النقطة الثانية الثباتية ما للريكورد بيس قلنا مثلا اذا انا جيت خليت الابر اول شي من دائري اريد اجي اخلي اللور وان اخلي الابر مثلا اذا هو ما بي ثباتية راح يوقع الابر هنا راح اتخربها تقعد احير بالابر لو باللور النقطة الثاثة اللي هي الموفوبيلتي اوف ريكورد بيس بما معناه انه حركة الدنشر يعني ما يصير بيروكينج لا يكون ثابت زين او الريكورد بيس عفون وليس الدنشر يقول السموثنس of the polished surface contribute to the comfort of the patient منطقة البوليس سيرفس اللي اخدناها باللكتر الاول زين لازم تكون مريحة لانه ليش اذا كانت مريحة هاي راح تساهم براحة البايشنت وانه البايشنت راح يرتاح من التقعد وهي يعني بشكلها المضبوط النقطة الاخيرة يقول the more comfortable and compatible the record based are to the tissue the more normal are the jaw movement يعني اذا انا وفرت التوافقية الجيدة والراحة الجيدة للريكورد بيس وللبيشنت بهيش حالة انا راح احصل على شي يعني مثالي بالنسبة للعلاقة بين الاخر ولا ورا انا هيتش راح اقدر اعرف العلاقة بشكل صحيح هسه راح ناخد انواع الريكورد بيس عدنا temporary record based وعدنا ال permanent record based ممتاز راح ناخد temporary and replaced by tension material once there rule and establish your relation teeth arrangement and try and is complete بما معنى ان هذا التمبراري اني استعمله في صناعة الريكورد بيس اللي اسوي علي by trim حتى احدد العلاقة بين ال upper وبين اللور بين المجزلة والماندبل يعني establish your relation علاقة الفكين علاقة الفك ال upper مع اللور وكذلك استفاد من الريكورد بيس انو منح اخلي عليه بايترم راح اسفط عليه الاسنان زين اللي هي هاي حتى بعدين اسوي شنو try لل complete denture ممتاز اما ال permanent ال permanent يقول they are not discard يعوه شي مو مؤقت بايترم 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 of making maxillomontibular relationship record and or arranging teeth called also occlusion rim occlusion rim يعني انا هذا occlusion rim يقول انو انا راح استفاد منه والغرض من عنده هو حتى اسوي العلاقة بين الماكزيلة والماندبل مثل ما ذكرت قبل شوية زين واسجلها من خلالها من اسوي عملية البيت انو يجيني البيت قاعد على ال record base واشوفها بحلق ال patient وفهم ال patient اخذ العلاقة بين ال upper وال lower زين وكذلك بعدين شا سوي ابدي اسفط عليه الاسنان وهم جا اسوي try واشوف الوضع انو العلاقة بين ال upper وال lower هذا سموه سموه occlusion rim او bite rim نفس الشي زين مثل ما مواضح بصورة هذا هو bite rim زين هزا ال requirement ما لل occlusion rim اش عندنا requirement اول شي ال position should be in the anticipated position of the artificial teeth يعني لازم تكون مناسبة وملائمة لل artificial teeth النقطة الثاني يقول it must be securely attached to the base يعني لازم يكون بايت rim ملتسق بامان وبتماس مع ال base زين يعني هذا الرم البايت rim قاعد عليه الأكريلك هذا يعني مو يوقع ولا يتحرك لا قاعد عليه قاعد عليه قاعدة محترمة وبامان النقطة الثانية يقول the occlusion surface must be smooth and flat the occlusion surface هاذا لازم يكون smooth و flat عدل ما بي اي sharp edge ما بي اي اكسز ما بي اي زيادة ما بي اي شي عدل و flat و smooth يعني شان حارو مقسب و رخيص هيك نفس الشي النقطة الرابعة it should be contoured to support the lip uncheck accurately يعني لازم بي الكونتور اللي رح تدعم لي منطقة اللب و check يعني يكون شكله حلو والكونتور ماتة ممتازة حتى ترجع لي كونتور اللب و check يعني لا تطلع اللب شكلها محلو مثلا طال علي قدام اذا كان البايت شبير او راجع علي وراء اذا كان البايت صغير و هكذا من هاي المشاكل اللي تصروا الاخطاء النقطة الخامسة all the surface should be smooth لازم كل سطوح البايترم تكون smooth مثل ما قلنا ماكو اكسز ماكو شارب يعني هاي الامور يكون يعني ملوز هي تشي خلينا نقول عليه و تمام ممتاز هسا ناخذ الماتيريال المستخدمة في صناعة الأكلوجر ريم او البايترم ش عندنا عدنا اول شي الواكس و عدنا المودلينج كومباوند مثل ما موضح بالصورة والواكس مثل ما موضح قدامكم ناخذ الواكس اول شي عدنا بايت بلوك واكس اللي هذا قبل شوي شفناه بالصورة اللي يكون يشبه حذوة الحصان زين اما البارفارين واكس هذا عبارة عن واكس من الطبيعة يعني طبيعي المودلينج كومباوند اللي هي طبعة الكمباوند تفزها اللي تكون على شكل اقراس لونها احمر زين هاي شون استخدمها اما واحة بالحرارة بمي حار زين و راح تكون يعني تحت الاستخدام وسهلة الاستخدام يعني انا ليش استخدم الواكس الواكس سهل بالاستخدام سهل بتصفيت الاسنان سهل بالرجستريشن ما العلاقة الابار باللوار اسهل بواية من الكمباوند حلو هسه ناخذ وشون راح ننقيس الماكزيلاري اوكلوجر ريم اول شي يقول الماكزيلاري ريم شود هاف سلايت لابال انكنانيشن و males الماكزيلاري لابال سيرفز شود به سين مليمتر انتيرر تو دي لائن بيسيكتيغ بنسيزف بو dites يعني بما معنى انو الماكزيلاري ريم لازم المسافه المسافه او هي منطقة اللابال منطقة اللابال لازم يكون بها انكنيشن هاي اول ملاحظة الملاحظة الثانية أنه من اللابيال سيرفس مال المكزلة لحد الإنسائز في بابلة هاي المسافة تكون عبارة عن سبعة ملم حلو النقطة الثانية يقول يعني الفاينال واكس ريم أنه الواكس النهائي اللي قاني القياسات يعني الأخير اللي قاني أريده لازم يكون العرض من الأنتيريار أربعة ملم بس اللي بي الأنتيريار أربعة ملم بينما يبدأ يزداد تدريجيا يزداد العرض يوصل للسبعة ملم حلو النقطة الثانية يقول يعني لازم يكون قاعد مباشرة على الكريست مال ألفيل الرج قاعد مباشرة زيان النقطة الرارع يقول باستيرياري بعد البوكل فرينام يكون ثمنطعش ملم أو بعد البوكل فلانج ممتاز هاي الصورة راح توضح لكل اللي حجيته فوق أول شي حنش قلنا فوق قلنا المسافة من الليبيال هاي الانكلانيشن زيان لحد الإنساز الباب اللي تكون عبارة عن سبعة ملم حلو أما عرض العرض ما للواكس ريم زيان قلنا بالأنتيريار يكون أربعة يبدي يزداد تدريجيا باستيرياري شكت يوصل للسبعة ممتاز حلو احنا قلنا على الارتفاع الارتفاع كليته من الواكس أو البايت ريم لحد هذا البوردر يكون ثنين وعشرين ليبيالي أما باستيرياري زيان يكون ثمنطعش كليته الارتفاع هاي هنا لحد البوكل الفرينام وهنا يقول من الليبيال الفرينام أو الليبيال فلانج والبوكل فلانج هنا منطقة الفلانج هاي هنا فلانج وهنا زيان هاي بالنسبة للارتفاع وبالنسبة للأرض ممتاز هسه ناخذ القياسات مع الماندوبيلار أوكلوجل ريم عدنا it should occupy the space over the crest of the residual رج يعني كالعادة أنه يعني نحتل منطقة الكريست ما الريزدول ألف للرج هاي مثل ما قلنا أنه البيت رح يقعد عليه زيان the occlusal height should be 18 mm from the labial flange lateral to the labial frenum and should be level with the acrylic base يعني شون قبل شوية احنا حجينا بالماكز اللي أنه الارتفاع مال الأكلوجل ريم راح يكون 18 من جه من labial flange lateral to the labial frenum يعني من labial flange لحد labial frenum حلو زيان and it should be level with the acrylic base posteriorly يعني رح يبدأ تساوي posteriorly وهي level acrylic لأنه posterior مثل ما عفوان lower مثل ما نعرف احنا يكون صعود تدريجي يعني تدريجي الصعود الرئيكورد base والرم ممتاز النقطة الثاثة يقول the labial lingual thickness should approximately 4 mm anteriorly and also increase posteriorly to be 7 mm in molar area يعني علاقة labial lingual thickness زيان رح تكون 4 mm anteriorly 4 mm زيان بينما رح تبدأ تزداد posteriorly إذا قد توصل توصل لل7 mm بمنطقة المولار زيان وهي الصورة رح توضح كلامي أنه احنا قلنا الارتفاع 18 زيان anteriorly أو labial بينما رح يبدأ يصير ويا level ما الريكورد بيس بنوصل للبوستيريري أو آخر نقطة إلي زيان أما بالنسبة للعروف فإحنا قلنا anteriorly 4 mm بوستيريري بدي يزداد يسكون 7 mm حلو هاي بالنسبة للعروف والارتفاع ممتاز هس ناخذ بيست anatomic guide to aid in determining the proper contouring of anterior section of upper and lower occlusion rim رح ناخذ أهم القايدات الأنتومية التشريحية يعني اللي تساعدني بتحديد الكونتور زيان بالنسبة للانتيرير section ما لل upper والlower عندنا نايزولابيال sulcas وhayنا المنتولابيال sulcas ودنا الفليترام وعدنا آخر اخر عصر المنتولابيال 就可以 cn يهني ذني هذا الفليترام هاي المنطقة اللي جو Ballant هاي المنتولابيال sulcas cn اللي هي مرحل هاي نايزولابيال sulcas وهاي المنتولابيال حلو هسا اعتقد من الصورة واضحات وسهلات لازم ذني نحفظها لين ذني راح يرافق الى حد الخامس وبعد الخامس كذلك هسا نجي ناخذ استخدامات الاكلوشل رم اول شي قلنا indetermination of jore relation which include يعني بمثل ما قلنا انه استخدمه حتى احدد العلاقه مع الفكين بين ال upper وال lower زيان يقول اي determination of vertical dimension احدد القياسات ال vertical واحدد eccentric وال eccentric jore relation النقطة الثانية والاستخدام الثاني هو بالselection مع الاسنان اختيار الاسنان اول شي قل position مع المدلان راح احدده راح احدده من خلال الاكلوشل رم انه من اخليه احدد المدلان وبهذا المدلان راح يساعدني على تصفيت الاسنان واختيار الاسنان النقطة الثانية يقول canine line casped line is draw on occlusion rim at the corner of the mouth on each side when occlusion rim seated in mouth and in occlusion في المدلان نقطة الثالثة 에�طريم ہے öffivel on purpose let me كما نرى كما نرى كما نرى كما نرى كما نرى الشجئ المنطقة الانتيريار ما نرى انترى تظهر تشفي إذا كنت تنظر الريلاكسي مرحلة الاكشن او الاكتف ليب اللي هي مثلا من يبتسم كبثال يعني فانا يقول از الاين دراو اون واكسرين زيان وين ليب از ريلاكس ان ديس كايس 2 مليميتر أوفن يعني يظهر 2 مليميتر من الاسنان الامامية ممتاز زيان مثل ما موضح هن بنرسم المدلين وهي الهاي ليب وهي اللو ليب زيان وهاي الكنان لاين منها يصير ومنها زيان انكمل بالاستخدامات من الوكولوجر النقطة الثاثة اللي هي sitting of the teeth انو رح يثبت الاسنان النقطة الرابعة الorientation من الوكولوجر plane الاتجاه determination من الشيب arch حدد الشكل من الارج support of the facial musculature زيان رح يقدم الدعم بالنسبة للعضلات الوجه هسا رح نجي ناخد موضوع مهم ومفصلي بهاي المحاضرة اللي هو الأكلوجر بلين شنو الأكلوجر بلين الأكلوجر بلين بالنسبة للبوستيريار جنرالي بلين 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 زيان 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 بلين 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 المحاضرا زيان بلين بلين تظهر من الانسائزر في الوصول عبارة الدينترسية ولكن في كل حالة يجب أن تظهر بشكل صحيح بشكل صحيح ليش لاني راح يرتبط بالارتفاع اللفة الهيت ارتفاع اللفة زيان وكذلك بعمر البيشنت وجنس البيشنت يعني هاني صحاني المفروض هو بصورة عامة واحدة لاثنين أشوفه من الأسنان يظهر بس هذا مو شي ثابت مو قاعدة ثابتة لا لان تختلف حسب جنس البيشنت عمر البيشنت اشعدنا بعد قلنا نوع اللب وكمثال يقول لك البيشنت اللي عنده long lip height زيان of occlusal plane should be with the border of the lip of the upper lip تقريباً الاسنان راح تكون بمستوى ال upper lip بينما البيشنت اللي عنده short lip يعني ذاك البيشنت عنده long lip الشفاء الطويلة أما البيشنت اللي عنده short lip لا هذا راح يعني الشفاء ما تكسيره راح نشوف أكثر من اثنين من لم راح نشوفه يبردز بارزة بال upper lip زيان فاني هاي لازم كلها أخليها بنظر الاعتبار ليش؟ لأنه حتى أخلي البيشنت يظهر لي بأفضل صورة انا من جايني البيشنت ومن يريدني أسويه لدنشار حتى أرجع للمظهر بأفضل صورة يعني مو هو مثلا من نوع short lip وأجي أخليلي أسنان طويلة كمثال والأسنان راح تكون تبرز وينشز المظهر أو زيان آه هو من نوع long lip وأجي أخليلي أسنان قصيرة لا أنا short lip لازم أتعامل بشي يختلف عن long lip ممتاز وهي الصورة راح توضح لي شي توضح لي أنه عندي occlusal plane طبعا occlusal plane هذا اللي يمثل occlusal plane الخط أكو شي اسمه اللي هو من هاي المنطقة اللي جوه النونس إلى حد الإذن حلو هسا نجي ناخذ موضوع أخير بهاي المحاضرة ومهم طبعا ورح تسمعون هواي بالعيادات اللي هو الفوكس بايت شنو الفوكس بايت يقول له وفد appliance أنا أستخدمه حتى أشيك الparalism off the walks occlusion rim anteriorly and posteriorly أنه هذا فشي أنا أستعمله حتى أحدد الميلان بالنسبة the occlusion wax rim سواء كان anteriorly أو posteriorly خلي نشوف شلون anterior part of wax rim should be parallel لازم يكون parallel شون parallel to the interpupillary line زين هذا interpupillary line اللي هي بين البؤبوين بين العينين يعني أنا بالنسبة للأنت لن أخلي لازم يكون بموازات interpupillary line this is imaginary line imaginary line خط وهمي أنا رسمته بين center مال two pupils زين off the eyes when the patient is looking straight forward من ينظر للأمام أما posteriorly occlusal plane starting from canine region رح يبدأ occlusal plane عندي من منطقة canine region يعني سادة من occlusal plane يبدأ عندي من منطقة canine region ويرجع لي ورا سين backward يرجع لي ورا شد be parallel لازم يكون بمحاذات وموازات منو campers line شين هو campers line اللي هو هذا campers line اللي هي المنطقة اللي جو الخشم من جو الخشم تقريبا للأذن this is line running from the ala of the nose من the ala of the nose to the superior border of the tregas of the air يعني هاي المنطقة سامو ala tregas لها مثل ما قبل شوية اللي هي منا ترجع للأذن مفهومة هسة وسهلة ممتاز هسة نجعل الكوز اللي هو بكل نهاية محاضرة أول نقطة the occlusal rum H should be 20 mm from the labial flange lateral to the labial flange and should be level which acrylic base posteriorly and mandible بأن قوسي انكاتب and mandible true or false نقطة ثانية what are the use of occlusion rem enumerate only واللي هنا خلصت المحاضرة وأتمنى الشرح كام وفهم وهي حسابات identity للي عنده أي استفسار وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر